هايدي طريقتي لتحضير وصفة تسنورة للجاج بكرامة الفطر وصفة كتير طيبة مميزة بنكتها بتقدروا تقدموها طبق رئيسي لسفرتكن او طبق جانبي بعزيمكن قدمت معاها رزق ابيض سادة وعملت سباكتة مع التوم والبقدونس بطريقة كتير بسيطة اي طبق يرافق هايدي الطبخة بتقدروا انتوا تحضروه معاها وقدمت معاها وصفة من ابتكارات مطبخة سميت هايدي الفتة فتة الطربيش وصفة كتير طيبة مميزة بالتقديم وبالنكة هي عبارة عن عجينة حشيتها بكور اللحمة اللي شويتها بالفرن وعملتها على طريقة الششبرك وقليناها عملت الله صلصة بندورة وصلصة لبن مع المكسرات والبقدونس والأطيب دمجت فكرة طبخة المنتي وصفة المنتي المشهورة مع وصفة فتة الكفتة والنتيجة والأطيب عملت معاهم شربة الماش الخضرة اللي هي انا بسميها شربة الخضرة ما فيني خبركن شو طيبة هي حبوب الماش مع المورنجا والسبانخ والسلق ما في أطيب منها وراح شارككم بوصفة فتة للطربيش وشربة الماش مع الخضرة هلأ وصفة للتجاج مع كرامة الفطر الكمية لصدورة للتجاج بترجع لألكون بتكونوا تقطعوهن صغار بتكونوا تخلهن كبار متل ما بتكون ما منخليهن كتير رقاء ولا كتير سماك بدو يكون وسط برش على كل حبة فلفل أسود رشي بهيدي الطريقة وبدعكن ورشت قرفة من كلميلي بس هايدي البهارات ورح نحط بهارات تجاج مشكلة أي نوع مفضل عنكن مندعك للتجاج فيهن من الجهتين بهيدي الطريقة لازم تتأكدوا أنه كل الوصدورة صارت عليهم فلفل أسود وقرفة وبهارات تجاج مشكلة شايفين كيف من الجهتين هلا منجهز المقلية أو الطنجرة اللي بتكون تطبخوا فيها للجاج حطيت زيت وزبدة بدو بالزبدة حطيت تقريبا شي ربع قالب بس تصير لونة بيني مع الزيت ونحط لصدورة للجاج ونخليهن يتشوح وغطيتون شي أربع دقايق من كلميلي النار مش كتير عالية شوفوا بس تحمروا منقلبهم على الجهة الثانية ومنغطيهم بهيدي الطريقة شوفوا كيف قلبتون إذا كنتوا عاملين كمية كبيرة عشان تختصروا الوقت جهزوا مقليتين فهيدي الوصدور بعد ما أخدوا تحميره من الجهتين هلا عم بيتحمروا عننا وهيدي المقلية الثانية صاروا عندي جهزين هلا صار فيني شيلون وحطهم بجات على جنب واختاروا جات يكون إلو غطى عشان نغطيهم ونحبس البخار فيهم فبيطروا عننا بزيادة هيلو صدورة كلنا عم نحطها بالجات وبغطي عليهم بعد ما شلت كل كمية للجاج بهيدي الطريقة لازم تتأكدوا أنه تحمروا عننا وغطيتون بنفس المقلية يلي عملت فيها للجاج حطيت بصلي كبيرة مفرومة مربعات بهيدي الطريقة ونشوحها مع الزيت والزبدة إذا فيه هيدا كتل سوداء صغير شلوها من المقلية بعد ما دبل عند البصل حطيت كم غصن من زعتر تايم ومعلقة صغيرة مليانة توم مهروس بالنسبة للزعتر إضافته اختياري أنا هيدا الوصفة تعلمتها مع شاف بدورة خاصة هلأ عم جهز الفطر الفطر الأبيض والفطر البني إضافة الفطر البني اختياري الفطر طبعا ما بيتغسل بتنظف بفوطة منشيل عنه أي شوائب أو رمل وهلأ بلشت قطع الفطر الأبيض أنا البني ما رح أطعه وإضافته اختياري مو شرط فيكم بس تتجهزوا فطر أبيض منجهز كمية بعد ما قطعت الفطر الأبيض نصه منقطعه والنص التاني منحطه بجات بهيدي الطريقة بالنسبة للفطر الأبيض إحنا عنا منشتري باسكت بتكون فيها كمية من الفطر الأبيض شي 200 جرام فأنا في باسكت قطعتهم ونظفتهم الباسكت الثاني بعد ما نظفتهم قطعتهم وحطيتهم بالجات حطيت عليهم كرامة وزن 250 ملي يعني شي 2 كوب أو كوب ونص ملي كرامة كرامة طبخ وبطحنهم بهيدي الطريقة أنا ما بحب استخدم شربة فطر أو أي شي جاهز أنا بعمل الكرامة على إيدي بعد ما طحنت الكرامة مع الفطر بصفيهم لأتأكد ما فيهم أي كتل وصارت عندي كرامة الفطر جاهزة هلأ البصل والتوم عندي وزعتهم بعد ما شوحتهم على النار شي 5 دقايق نار هادي بضيفي عليهم باقي كمية الفطر الأبيض والفطر اللي بيني أنا ما بحب قطعه بحب ضيفه مثل ما هو وبقلبهم بهيدي الطريقة وحطيت عليهم معلقتين مليانين من لطحين الأبيض منظلنا نقلب لطحين على الفطر لنشوف كل الحبات تغلفت عنا بهيدي الطريقة وصار الفطر تشرب كل الطحين والزبدة حطيت كمان معلقة طعام زبدة ودابت عنا الزبدة منقلب الفطر والطحين شي 3 دقايق على نار هادي لنشوف كل حبات الفطر تغلفت عنا بالطحين والزبدة دابت هلأ حطيت عليهم الفطر اللي طحنته مع الكرامة هايدي الكرامة الطازة دايما كل ما كانت مكوناتكن طازة كل ما كان طعم الطبخة قطيب مش جاهزوا بودرة وراح ضيفي عليهم كبايتان كرامة طبخ دايما كمان جاهزوا مرأة جاج شايفين أنا سلقة جاج عندي حطيت تقريبا 2 كوب ل3 أكواب من مرأة جاج طازة مش تحطوا مكعبات بتكون الطبخة تحصلوا على النكهات الأصلية والطيبة بتحطوا مرأة جاج طازة أفضل من المكعبات إذا ما توفر حطوا مكعبات مدوبة بالمي وراح نضيفي كرامة حامضة إضافتها اختياري أنا قلت لكم كمان مثل الزعتر هايدي إضافة الشيف كانت حطيت معلقتين طعام من الكرامة الحامضة عشان تعطي طعم صور للكرامة عننا للطبخة بعد ما حركت ندابة كرامة الطبخ حطيت صدورة للتجاج رجعتها على الطبخة بهايدي الطريقة ونرجع كل للتجاج وشايفين المي اللي ترسبت عننا بالجات ونحطها فوق الكرامة منقلبهم ونغطيهم ونتركهم على نار هادي شي نص ساعة تلت ساعة عشرين دقيقة بالكتير بيكونوا عنا تسبكت الصلصة والتجاج دايب دوب وما تعلوا النار خليهم يستوى على هدا بعد ما قلبتون هلا راح غطيهم ضفت عليهم ملح الملح حسب يعني لازم انتو تدوقوا شي 3 ربع معلقة الطعام وهيدي الصلصة عندي غطيتهم وبخليهم تلت ساعة ربع ساعة انتو بتشوفوا بعد ربع ساعة للتجاج عنكن بتحطوا سكينوا بتشوفوا درجة الاستوى بتشوفوا الصلصة اذا تسبكت هيك والتجاج استوى وصار دايب دوب بنشيلهم ونحطهم بصحن التقديم شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن ما فيني خبركم شو طيب هالطبخة بتتقى دايما عندي بالعزايم بحب قدمها كطبقة جانبة بعمالها بالتجاج او باللحم اهم شي بميزة انو كريمة الفطر تكون طازة مش شربة بودرة وتضيفوها على الطبخة وانو مرقة سلق للتجاج تكون طازة بتفرق معكن كتير بالنكهات غصن الزعتر هيدا اللي انا ضفته بيعطيها ريحة ونكهة كتير طيبة والكريمة الحامضة انا ضفت معلقتين منها بتعطي طعم كتير مميز للطبخة واضافة الزعتر والكريمة الحامضة اختياري يعني الشاف اللي علمني قال لي هيدا الطبخة طبعا برا فيه الى كتير طرق تتحضر فيها بس هيدا الطريقة كتير مميزة بالتقديم بالنكهات بالطعم بطعم للتجاج ما فيه كتير تدبيلات هلأ عم بسلو الماكروني يلي بدي قدمها مع وصفة للتجاج بكرامة الفطر سلقت معكروني سباكتتي جهازت مقلية حطيت فيها زيت وزبدة نص معلق صغيري توم مهروس وقلبت التوم لدبل عندي ضفت على يون السباكتتي وبقلبهم بهيدا الطريقة حطينا الملح وفلفل اسود بس فيكن تعملوا اي طريقة سباكتتي انتو بتحبوها واي رز ابيض معاهم بعد ما شوحت الماكروني حطيت عليها من مية سلق الماكروني الشي نص كوب ثلاث ارباع الكوب وقلبتهم كتير كويس لا يكملوا استوى وبضيفي عليهم شي كبايت بقدونس مفروم نحن منحبه كتير هاي دي السباكتتي معاهم بتقدروا تعملوها بالنكهة المفضلة عنكم وسكبتها بصحن التقديم وعملت رز ابيض عجنبه للجاج بكرامة الفطر تقدروا تعملوا الماشبوتيتو بتقدروا تعملوا اي رز مفضل عنكم وبتقدموهن وصف كتير طيبي وكتير مميز لعزيمكن لمناسباتكن لغدا رئيسي ما فيه اطيب منه شوفوا للجاج كيف بتقطع معنا بكل سهولة شوفوا كيف دايب دوب وهي دي الطريقة يلي انا طبخته فيها بتخلي للجاج فيه عصارة لانه ما رأقناه كتير وطعم الصلصة واضح وكتجهيز مسبق بتقدروا تجهزوا للجاج اهم الشي اللي تحصلوا على النكهات الطيبة حسب ما انا تعلمت انه هاي دي الاصدورة ما ترققوها كتير يعني لما تحضروها خلوا تكون سماكتها وسط علشان لما تنطبخ تكون تتشرب الصلصة لكرامة الفطر وتكون من جوة طرية فيها عصارة اذا ترققت كتير يعني بتصير تتقطع معكم بالسكب ما بتحافظ على تماسكها وبتطلع ناشفة من جوة لانه ما راح تتشرب الصلصة كتير كويس وكتجهيز مسبق تبلوها قبل يوم حطوها بالتلاج وتاني يوم حضروها ما راح تاخد معكم وقت ابدا اشتركوا في القناة